موسيقى الـ AI بيستخدم في حاجات كتير وذكرنا جزء منها أنها لستة بعضة منها دلوقتي ونشوف أهمية الـ AI فيها يعني مثلاً عندنا الـ Artificial Intelligence Application موجودة في الجيمز في كل هو يعني الـ Fans of Games هتلاقي في الـ Computer Games بالذات يعني هتلاقي الـ Artificial Intelligence بيلعب ضر كبير جداً فيها حاجات الـ Strategic Games زي الـ Chess واللعبة مثلاً زي اللي احنا شايفانا هنا بتاعة AlphaGo و بتاعة جوجل الجيم فضلت أربعة راونز الراجل دوت اللي هو موجود في الصورة هنا ده مفروض ان هو World Champion في اللعبة ديت لعبة Strategic Game كده عاملة زي Board Game يعني عاملة زي الـ Chess فضل الـ Software أو الـ Program اللي جوجل عاملين فضل يكسب تلات مرات متتالية 3-0 وفي المرة الرابعة قدري سيقول ده يحقق ان هو يكسبه مرة وكان فعلاً الرجل كان مبهور جداً باللي حاصل قدامه التطبيق الثاني في الـ Natural Language Processing زي ما شايفين برضو الصورة اللي تحت دي بالتطبيق للـ Natural Language Processing الـ IBM عملته في السيستم بتاعها حد سمع عن السيستم تـ IBM بظبط ده كان أحد الـ الحاجات اللي الـ IBM عملة فعلاً من زمان بتطور فيها من زمان في الـ Watson Research Center في الـ States كان الناس شغالة فيه بـ عالية جداً ودلوقتي يعني بدأت الثمار بتاع الـ Research ده بدأت تظهر وكان الـ Program دوت حاجة كده شبه منسى يربح المليون مثلاً عندنا في جورج كرداحي فالراجل ده لو تلاحظوا الأرقام الأرقام ممكن تكون صغيرة شوية مش باينة بس الراجل ده اللي في النص واتسون كان فارق بفارق كبير جداً في الـ Answers بتاعت الـ Questions بتاعت الجيباردي أبليكيشن ده لدرجة أن الأرقام زي ما أنا شايفة لديها سبعة وسبعين ألف دولار فارق سوري الرقم اللي جاي بـ Watson والناس اللي هما الـ Experts أو اللي هما الـ Champions بتاع الـ Program ده وصلين أقصى وعد فيهم وصل لـ 24 ألف دولار IBM عملت عليه ضجة كبيرة جداً هذا الشو دوت لما حصل بيستخدموا التكنيكس والـ Algorithms بتاعت الـ Natural Language Processing والـ Machine Learning في أن هما يفهموا الأسئلة اللي بتتعرض على هذا السيستم بحيث أنه يتعاملك إنه يعني بني آدم فاهم مين اللي بيتحاور معاه أحد التطبيقات التانية أو الـ Application التانية هتلاقي في Vision Systems والـ Speech Recognition والـ Robotics والـ POTS زي ما نتكلم عليها برضو كـ Topic منفصل وزي ما شايفين برضو الصورة العليمين دي أحد برضو التطبيقات اللي سمعنا عنها كتير دلوقتي اللي هي الـ Autonomous Car أو Autonomous Vehicle ده موجود من زمان قبل ما نسمع عنه بس في الـ Aviation Industry أكيد كلك سمعتوا عن الـ Autopilot صح؟ الـ Autopilot ده سيستم المفروض إنه هو AI-based الـ Autonomous Vehicle ما بيستخدمش أو ما بيلمسش تقريباً لجهزة بتاع الطيارة مور دن 5 مينتز أو 7 مينتز تقريباً وده الناس بتفوركاستو إنه الـ AI سيأخذ بعض العملات في الماضي إنه مش حقيق قوي يعني بس بيكلموا يعني إنه لو الـ Pilot قاعد في الطيارة ما بيستخدمش الـ System Z غير هم خمس دايق أو سبع دايق فده كفيل إنه هو يخلي الـ AI دوت يربليس الراجل دوت ما بيقاش له وجود وتبقى الطيارة من لحظة الإقلاع لحد الهبوط في المكان في الـ Destination Place تبقى كلها AI-based أو System Autopilot بدأت تظهر في الـ الـ Autopilot هو موجود في الـ الـ Autocard أو Autonomous Vehicles شركات كتير دلوقتي شغالة فيها سواء جوجل أو حتى أبل والـ Announcements اللي بتشتغل عليها وحتى الـ Manufacturers بتوع العربيات عندهم طبعا كل BMW و Volkswagen والناس دي عندها Research Center وبتصرف عليه ملايين الدولارات عشان القصة الـ Autonomous Cars وشركات التكنولوجي كمان بدأت تخش في القصة زي ما أنتم أكيد أوير بالقصة دي الحاجات اللي احنا شايفينها دي من لي كلها سنسور اللي زي ما كنا بنقول في الأول إنها بتحاكي اللي الإنسان بيعمله الرؤية كاميرا سنسور بيعمل الـ Object Recognitions للـ Ambient Objects اللي موجودة فايدتها أحد يعرف إيه فايدت إيه هستفيد إيه لما أعمل Autonomous Cars بالضبط 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 طبعاً الـ Crash Avoidance أحد أهم اللي بتطلع من Autonomous Cars أكيد سمعتوا عن طبعاً الإحصائات الكتيرة اللي بتحصل عن طريق حواد السيارات كل سنة مش في مصر بس لقا في العالم كله نتيجة أن drunk driver driver ما كانش نايم whatever الكيس إيه إنما الكمبيوتر بيتفوق دائماً على الإنسان في الحتة اللي زي دي الحتة اللي هو بيحتاج فيها performance دائماً عالي بيحتاج فيها دائماً بيحتاج فيها دائماً ما بيتعبش بيهنج أو وبنرستارت ساعات بس في الـ Proper Operations بتاعته الكمبيوتر شغال بيهيب أحسن من الإنسان بس لسه لغاية دلوقتي مش واصل للدرجة بتاعت الـ Smartness اللي ربنا حبا بيهي للإنسان الجملة دي مفيدة جداً إنه تعتقد إنه تعتقد إنه تعتقد إنه تعتقد إنه تعتقد كل ده اللي بنياداً بيعرف يعمله إنما الكمبيوتر لغاية دلوقتي يدوب بنقدر نقول زي ما كنا بنقول بيحاكي بعض الـ functions ما وصلش فيها حتى حتى إلى الـ Optimum يعني عملية الرؤية دي للناس اللي هي اللي درست شوية بيولوجي أو نظام الإبصار أو الـ Vision Systems اللي موجودها في الإنسان معقدة بشكل خرافي لدراجة الناس اللي هي شغالة في الـ Computer Vision بقالها سنين و سنين عمالة تعمل Computer Vision Applications و Research و R&D يعني مش قادرة توصل للنسبة ضئيلة جداً اللي الإنسان بيقدر يعمله إلا إنها بتتقدم برضو على الإنسان في بعض التطبيعات اللي هي بتعمل Identifications مثلاً للأمراض اللي موجودة كنا شغالين في System كده لأحد الـ Clients كنا بنعمل Identification للأمراض اللي الإنسان حتى ما بيقدرش يميزها بس مش بيميز عشان عينيه مش مش قادرة تستوعب إلا موجود لا مش قادر يحصل بطريقة automated إنه يوصل مثلاً يخلي درون ماشي على فيلد أو حق المزروع ويبدأ يـ Identify ويـ Scope ويعمل Magnification للورقة ورقة النبات عشان يبدأ يقول آه ده مرض الفلاني وبيـ Classify المرض ده إنه هو في الكاتيجوري ديت وبعد كده الكورمينز بتاعته أو العلاج بتاعه بالمنظر ده في تطبيقات كتيرة جداً في الـ Area ديت بس ستيل لسه محدش وصل للـ Vision System بتاع الإنسان موسيقى 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 موسيقى